أوروبا متفائلة بعودة المباحثات من جديد يوم الخميس القادم مع إيران حول قضية العودة للمفاوضات النووية مع إيران ولكن في نفس الوقت هناك طرف منزع جدا من هذه الأنباء ويعتقد بأن هناك مضيع للوقت في هذه العودة للمباحثات مع إيران وهذا الطرف هو إسرائيل بطبيعة الحال عدد والكثير من الاعتراضات على هذا الموضوع لا بل أن هذا الموضوع وصل إلى التهديدات بإجراءات ليش الإسرائيليين يشوفون هذا الموضوع هو ما رح يجيب نتيجة لين يشوفون بأن الإيرانيين الآن هما يريدون يدخلون بالمفاوضات ويعودون إلى المفاوضات من جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل كسب الوقت كسب الوقت لماذا؟ على شنو؟ أولا هما يريدون يوصلون إلى إنتاج أعلى وإنتاج أكثر بنسبة الستين بالمئة اللي هما يخصبون بها بالإضافة إلى ذلك يريدون أن يقتربون شيئا فشيئا وأكثر فأكثر لأنهم قريبين جدا للوصول إلى إمكانية الحصول على القنبلة النووية وهذا طبعا يرشحهم أن يصيرون حقيقة كدولة عتبة نووية دولة عتبة نووية أي بما معنى بأنهم دولة لديهم إمكانيات الوصول إلى القنبلة النووية ولكن ليس لديهم القنبلة النووية وهذا بالنسبة لإسرائيل هو يعتبر التهديد الأكبر والأعلى بالنسبة إليهم ولكن واضح إيران تريد تهدف أن تصل إلى هذه النقطة ولكن في نفس الوقت أيضا إيران بدأت تلعب أدوار الآن جديدة بدأت تضغط على المسائل القانونية ضغط عالي جدا عليهم وبهذا الأساس هم مؤخرا وقبل هذه الأنباء للعودة إلى المباحثات يوم الخميسة اللي راح تصير هي ببروكسل قالوا الإيرانيين بصريحة عبارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه تعالوا أيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنتم تضغطون علينا كثيرا وإحنا أصلا موقعين وياكم معاهدة اسمها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإحنا لحد الآن نستخدم الطاقة وتخصيب اليورانيوم والطاقة النووية اللي عندنا على الرغم من أنه هي وصلت إلى 60% نستخدمها بالأمور السلمية ولم ندخل بالأمور التسليحية وأصلا ما عندنا قنبلة نووية حتى هذه اللحظة ضد الضغطون علينا كل هذا الضغط بينما إسرائيل يعني ليست موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الكثير من التقارير تؤكد بأن إسرائيل تمتلك 300 قنبلة نووية بالإضافة إلى ذلك أن إسرائيل متري تعترف بهذه القنابلة النووية فليش أيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تضغطون على إسرائيل ولا تتحدثون معها بينما إحنا موقعين وياكم وأنتوا تضغطون علينا فواضح بأنه الإيرانيين يحاولون الخلاص من طبيعة التأثيرات الإسرائيلية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعلومات اللي يوفروها لهم في هذه القضايا والتقدم النووي اللي يمتلكوا لكن بالنسبة للإسرائيلين هم طبعا يعني يتخذوا عدد من الإجراءات وعدد من الاجتماعات اللي أعلنوا عنها اللي يسوها طبعا في الكابينت الإسرائيلية اللي هي طبعا تعتبر وزارة أمن رفيعة المستوى اجتمعوا وقالوا إحنا بدينا بالاستعدادات في قضية مواجهة إيران كدولة عتبة نووية وستصل إلى القنبلة النووية في أي لحظة وهذا ما الذي يعنيه أنهما يستعدون بهذا الشكل هل هي استعدادات دفاعية أم استعدادات هجومية وهنا نقطة مهمة أنه صارت دراسة وعملية سيرفي ودراسة إلى الشعب الإسرائيلي اللي موجود من قبل هذا المعهد اللي هو معهد إسرائيل للديمقراطية صار قبل تقريبا سبعة أيام ونشروا سؤال إلى الشعب الإسرائيلي بيهم عرب وبيهم يهود وغيرهم وسؤلوهم شون رأيكم بالحلول اللي هي مطروحة واللي المفروض إحنا نسوي ضد الإيرانيين هل هي عملية ضربة عسكرية أم هي الوصول إلى الدبلوماتيك سولوشن اللي هي الحلول الدبلوماسية وكما هو واضح أمامكم 51% شافوا بأن الحلول العسكرية المفروض تأتي ضد إيران وكان المفروض أصلا تصير من المراحل الأولى من تقدم المفاعل النووي الإيراني يعني بالضبط مثل ما سووا مع مفاعل تموس كان المفروض الإسرائيلي يسوون هالشكل و49% يعتقدون مثل ما قلنا بي الحلول حقيقة الدبلوماسية وهذا طبعا يوضح بالنسبة لهذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأن هذه النسبة أن أكثر من نصف الشعب في إسرائيل يريد ضربة عسكرية وهم أصلا الآن بدوا ويقومون الآن بعمليات مناورات عسكرية مهمة جدا مع العديد من الدول ألمانية الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا وغيرها اسمها العلم الأزرق وهي تنطلق من هذه القاعدة اللي هي قاعدة عوفدا اللي موجودة في إسرائيل اللي هي جنوب القدس طبعا التي ترونها هنا وطبعا بهذه القاعدة هما دائما كل سنة يسوون هذه المناورات ولكن هناك أمور مميزة في هذه المناورات إذا ما ردنا ندخل في تفاصيلها بشكل أكبر حتى نعرف وين هما رح يسوون المناورات طبعا هنا الحدود طبعا اللي تشوفوها أنتو هنا طبعا الأراضي المصرية وهنا كذلك الأراضي الأردنية وهذه هي القاعدة اللي تنطلق منها وبدأت عملية المناورات العسكرية الكبيرة لإسرائيل مع هذه الدول حتى الولايات المتحدة مشتركة بهذا الأمر وطبعا المناورات كلها رح تصير فوق صحراء النقب اللي هي طبعا تعتبر هناك أهداف وغيرها يضربوها متحركة وغيرها من هذه الأمور مناورات لساعات طويلة جدا من أجل تطوير الكثير من الأمور اللي هما يعتمدون عليها وطبعا هناك أمران جديدان في هذه المناورات واحدة منها هي أن الطائرات الألمانية لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى تطير فوق الكنيسة الإسرائيلي بهذا الشكل شراكة عالية جدا ديبدون وتعاطف كبير مع إسرائيل مع التقدم النووي الإيراني مما يوضح بأن هناك برغبة حتى من أوروبا أن تكون صارمة جدا مع إيران إذا ما وصلت الأمور إلى القنبلة النووية بالإضافة إلى ذلك هي مشاركة طائرة الأف خمسة وثلاثين مع كل التحديثات اللي سووها في الداخل الآن هناك تحديثات كثيرة دخلت على هذه الطائرة هي الطائرة الوحيدة التي يمكنها اختراق الأراضي الإيرانية والقيام بالضربات اللي تريد تسويها طبعا هي ليست فقط ضربات صاروخية وأنما قد تقوم بهجمات سبرانية وهذه من الطير فوق الأجواء مثلا العراقية أو حتى الإيرانية لا يمكن ضبط هذه الطائرة وما ممكن أن تقوم به فلذلك هناك مهمة جدا ومهمة كبيرة جدا بالنسبة للإسرائيليين هي ضبط طبيعة الأف خمسة وثلاثين وشنو اللي ممكن تسوي والآن الأهداف بالنسبة لهم وين هم يريدون يوصلون يعني هذه النقطة يعني شي يريدون يضربون هناك كثير من المفاعلات النووية والمناطق اللي يستخدمون بها عملية تخصيب اليورانيوم بالنسبة للإسرائيليين أهم نقطتين الآن هي منشأة ناتانز اللي هم أصلا استهدفوها مرتين وكذلك منشأة فور دو لأنه الآن التخصيب جدا عالي في هاتين المنشأتين وتحديدا منشأة ناتانز اللي دي يصير بها الآن التخصيب بنسبة 60% وكذلك أجهزة الطرد المركزية المتقدمة منها حتى IR8 هي موجودة في فور دو ولكن السؤال الأكبر هنا بالنسبة للإسرائيليين هل الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح للإسرائيليين بأن يقوموا بمثل هذه الضربات أو أي هجوم معين غامض كما يقومون بالحرائق وغيرها ممكن أن تعرقل طبيعة المفاوضات النووية بأي شكل من الأشكال الواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه لعظة تعطي الخيارات الدبلوماسية تعتبرها هي الخيار الأول ليس هذا فحسب بل أن حتى الأوساط الأمريكية وهذه تعتبر من الخلافات مع الإسرائيليين أن البلومبرغ قبل يومين أكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصلاً ما عندها خطة بديلة ليس هناك خطة باء لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكل هذا الكلام عن خطة باء مع إسرائيل وحديثهم هو غير موجود بحسب طبعاً البلومبرغ الأمريكية والمشكلة أن وسائل الردع الإيرانية الآن تزداد بالإضافة للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي توصل إلى 2000 كم إحسين سلامي قائد الحرص الثوري الإيراني أكد بأن رديهم صواريخ الآن في القوات البحرية الإيرانية تصل أيضاً إلى 2000 كم ومن نحكي عن 2000 كم معناته بأن الصواريخ الإيرانية ممكن أن تصل في عمق إلى عمق إسرائيل وليس هذا فحسب بل أنه حتى تضرب البحر المتوسط وبالتالي أمكانية عالية جداً عسكرية ترجمة نانسي قنقر